مرحبا بكم معي وصفة جديدة كيكا الروعة مقادير سهلة و بسيطة و اقتصادية بزاف خليكم معي و المقادير في صندق الوصف كنبدأو بالزيت ساندة كنضيفو عليهم ثلاثة ديال البيضات كنزيدو قبيسة ديال الملح حك ديال لانون فاني كنزيدو القشرة الليمون او الحامض كنطربو كل شي مزيان و كمدهو نضيفو الدقيق الكاس اللوال الكاس ديال عن بابطبيت الحال و ملا يخفى عليه الكاس تاني ديال دقيق و كنزيدو نصف كاس من بعد من كملو تطراب ديال الكيسة اللوالين هاد نصف كاس اللي هنزيدو نديرو معها ثلاثة ديال الخميرات ديال الحلوة من فئة 8 جرام انا معروفة عند الجامع من اللي كنطربو مزيان و كتوصل عدنا لها الطريقة هادي كيك تشوفو معي في الصورة نديرو بحلاء نديرو شي شكل و كيبقى واضح كنضيفو لها قطعة ديال الشوكولاتة بيضاء و السوداء و اللي عندك ديرو مكينش مشكلة المكسرات لو يديرو مديرو كنا اخذوا المول ديالنا انا اختاري هذا المول هادا كندهنوه بالزيت و كندهنو شوي دقيق راكم عارفين باش ما تلصخشنا الكيك ديالنا هنا كما تشوفو معي واجهة القلب باش ندخله اول حاجة قبل ما يدخل الفران كندهن فيه العجين ديالنا كما تشوفو هاكا تجي و كندهنوه الفران عدى شهرارة 180 المدة نصف ساعة و لا ساعة اللاروبع لحسب الفران كل واحد كيفاش هنا بديت فتحضر القلاساج او قلاساج ميرواغ قلاساج ميراية كيمتي يقولون المعروف كندهنوه ثلاثة المعارق ديال كاكاو و الساعة المعارق ديال سينيدا و هاد الكاس ديال ما هو لا نخدمو بيه هاد نصف ديالو فاللويل و ضروري من هاد العملية ديال تتحرك تين دامجو كاغيمو يندمجو مع بعدياتهم مزيان و ما يبقى شهدو حبيبات ديالو ساني دا كنحسو بيهم يدوبو عاد نزيدو نصف الاخر اللي بقى عندنا ديال الكاس ديال الما كنضيفوه و كنحركو كل شي مزيان طريقة وهي غدي نطيبو فباماغي غنديرو فباماغي انا وجد هنا عندي قاملة صغيرة درت فيها الما و درت فيها القاملة الاخرى و هنحطوهم على العافية انفو غدي بدا يسخلنا شوية نحسو به رسخن كنحيضو الباماغي و تنحطو هو مباشرة على العافية مهيلة مع استمرار التحريك يعني تبقى يتحركي تحركي تكتحسي بالفوية او الطراب تخلك في يديك واحد شوية هنا انا وصلت الى المرحلة و كنضيفو معي الأقادة كبيرة دي الزبدة كي كتشوفو كندوب وفدك خالط وهنا ها هو القلاسة جديدة وواجد غنوريكم كيفاش تيجي تيجي روعة يعني ما تبقىوش تشريو صوبو عندكم فضاء الحسن كما ستشوفو معايا قلاسة جمريا ها هو هادا كي يقولوها لي بزف الناس تيجي رائع غنخلوه دكوتي يبرد غنخليه يبرد وغادا نجبت الكيك ديالي باش تشوفو معايا كيفاش جا داكم احبابي هنا خليتوا يبرد شوية وشبت الكيك ديالي كي كتشوفو جا روعة اسفنجي اعرفتي من قولوش لكم هشيش بزوين هادا غدا نطبق هادا غدا نطبق هادا غدا من بعد ما برد بطبيعة الحال كي يبغى محمره لها كاشوية ما كيش مشكلة ولكن هدا هو القياس المطلوب هادا غدا ندري الى هالغدا هادا غدا ندري الى هالغدا غدا ندري الى هالغدا كي ما تشوفو هادا 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 يخذ وقته باش يهبط على الجنب ديال كيكا كاملين وطبع الحالو غدا ندري الى هادا 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 يخذت واحد الكوانتيته درت معها البودر دوري ديال حلويات وزوقت بهم من فوق درتوا على الشكل رخامي كيكا تعرفو تخذو كيكا و تدري به هاد الشكل و انا يزي انتا مازال ب القرقاع و القشور ديال حامد قطعتهم قطعتهم فريقو تقصى حوج بتهم درتهم لا هادا وشكل نهائي تجيب واعرة زوينا بنينا جربوها متبخلوش على روزكم ولا احبابكم و مرحبا بكم معي توجوه و اللي عدوش تعلاق ولا شي حاجة زوينا خلالي في الكومنتار و متنسوش ديال لايك بليز باش دعم الله شان ديالي شكرا بزاك على المتابعة ديالكم بصحة و راحة احبابي كنتم منى نكون في بتكم ولو غير شوية تبارك الله عليكم حبابي في امان الله كنموت عليكم